معثى عضو مجلس القيادة الراسية العميد عبد الرحمن المحرمي برقية عزا وموسى في استشهاده قائد القوات الحزب الأمني بمحافظة أبيان العميد عبداللطيف السيد وعدد من مرافقه في عملية إرهابية غادرة وجبانة في مديرية موديا مع دحيات حافلة بالعطاء والبطولات والملاحم والانتصارات في ميادين العز والشرف والكرامة في قتال ومحاربة التنظيمات الإرهابية وقال المحرمي في البرقية لقد كان الشهيد البطل العميد السيد قائدا استثنائيا صنديدا ومقاتلا شجاعا مهابا يتقدم صفوف المقاتلين في جبهات القتال للدفاع عن حياض الوطن شارك في صناعة الانتصارات الكبيرة في مختلف جبهات القتال بمحافظة أبيان وأضف إننا في هذه اللحظات التي نشعر فيها بالحزن الشديد على رحيل شخصية بحجم العميد عبداللطيف السيد وندرك تماما أن الواجب الوطني وتطهير الأرض من ركس الإرهاب هو الغاية والهدف الذي لن نتنازل عنه إطلاقا مهما كان الثمن وعبر المحرمي عن خالص التعزي وصادق البوسال أهالي ومحبي الشهداء سئلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسح جناته وأن يوسع مدخلهم ويغسلهم بالماء والثلج والبرد وأن يودلهم ديارا خيرا من ديارهم وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون